السؤال يسأل العباد مرة مرتين في النهر كل يوم في بعض ساعات يكون هذا سبب المشاكل المتاعي مع العباد الأخرين قصة من بالله سبحان الله من سبب المشكل المتاعي مع العباد الأخرين والتي الحكاية هذه القصة هذه قصة من بالله العظيم ياسر لم يعد يحملوني ولم يحبون يراوني والله الذي ليله ليه معد يحبون يراوني من أجل حكاية هذه الابتسام الذي ربي سبحانه و تعالى رزقني واني الحمد لله فرحان نتكرز نجهل نهبل نطير طيران الحمد لله معناتها في الموقف بحد ذاته في الموقف يرغدني والحمد لله معتها بيني وبين نفسي وبين الله وفي العائلة متاعي كذلك الحمد لله الحمد لله وشكر الله يقولوني الزر كيف هل أنت حتى كل يوم تخدم لا يوجد مشاكل ديما متبسم ديما أمورك مريقلة قال صمام بالله ما هي الحمد لله يا عشبي ما هي الجبتة جديدة لا يوجد مشاكل بالحق الحمد لله لا يوجد مشاكل الحمد لله وشكر الله اللهم انعمت فازدت لماذا حسب رأيك لا نتمنى الشر لحتى عبد أنا حتى كي إنساني تمنى لي الشر لا ندعيش عليه لا ندعيش عليه لايك نقولي هنا نزك أمو القحبة ونعم ابوه وبصر ممو كان يأتي قدام أمو القحبة ننكال ونجم ندغر ننكال أمو ونعدي فيه الزر تورني فيس 20 ولا نعدي فيه نعف الزك أمو وبمجارفة ما لا ندعيش ملتمنى الشر نقل أمو وأنا ونبعد نقول الله عافيه فهم تهوك على السر وليس شرير يا زبي لا تسكن على حقي وليس شرير نتمنى الناس الكل الخير والذي تعدى علي النيكل وامو ديركت وليس منافق عندك فيما خصال فيها الحمد لله رب يرزقني بها وليس منافق وعندي نفاق الذي يغلط معي النيكل وامو ديركت نيكل وامو ديركت نعلا نعلا سرمو امو الحرب ديركت ما عنديش النفاق وعندي صدق وعندي نتمنى الخير للناس الكل ولي ما يصدقش ميك امو القحضر عم من اخر في الفيديو وزاد ولي يعرفوني بالضبط يعرفوني هكا هو فمت ما تبدلتش عمري ما تبدلت الحمد لله وديما كل يوم خير من غم البارح انا الحاجة الزبورة اللي فيها الحمد لله وشكر الله اليوم تراني هكا غدوانا خير غدوة خير وديما خير وديما خير مديا ومعنويا وصحيا وشفائيا ورزبي وكذا ولي تحبنتي ملخ